بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند بالتأكيد حلقة مهمة جدا لأنها جاية قبل 24 ساعة من مباراة مهمة أيضا في الدور العام مباراة سموحها غدا في استاد الأسكندرية بالتأكيد مرحلة مهمة ومرحلة صعبة لكن حتى هذه اللحظة الحمد لله الأمور بتسير بشكل جيد جدا سواء في كأس مصر الجديد أو حتى كأس مصر الموسم الماضي والفوز على بيرامدز والتأهل لمرحلة الدور قبل النهاء أو حتى في مباراة الدوري ما زال فرق النقاط إن شاء الله هيكون في صالح الأهلي في حال تخطي السلاس مباراة المؤجلة خلال شهر يوليو المقبل لكن حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع كل الجديد وكل الأخبار عن النادي الأهلي والجديد داخل فريق الكرة اللي بالتأكيد النهاردة هيدخل معسكر مغلق ويسافر إلى الأسكندرية بعد الماران المسائي استعادة لمواجهة سموحها غدا الساعة التاسعة والنصف في المساء غد الأربعاء على السادي الأسكندرية في الجولة الثلاثة وعشرين من عمر ومباراة الدوري العام لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة أعيز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل النادي الأهلي غدا أمام سموحها في الظل عودة عدد كبير جدا من اللاعبين في الفترة اللي جاي إن شاء الله بعد الشفاء من الإصابة وفي ظل إمكانية يعني راح تلاعب أو اتنين في المباراة غدا أعز أعرف رأيكم في التشكيل وتوقعاتكم للتشكيل من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقر الخير هستعرض أكبر قدر من أراء ومشاركات حضراتكم على السؤال الخاص بتشكيل الأهلي لمباراة سموحها غدا لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سموحها وكمان اجتماع مهم لمجلس إدارة الناج الأهلي وأخيرا غدا حسم اسم المدير الفني لمنتخب مصر على فكرة بكرة في اجتماع مهم جدا للتحدي قرية القدم برئاسة الأستاذ جمال علام هيتم منقشة عدد من الأمور أبرزها المدير الفني المنتخب الأول المنتخب الأولمبي وقد يكون هناك أمر متعلق بلجنة الحكم لكن في حلقة بكرة إن شاء الله هنعرف كل التفاصيل لكن بسرعة نروح لإستعراض مباريات اليوم النهاردة في مباريات مهمة في الدوري المصري تلات مباريات النهاردة في الجولة تلاتة وعشرين الساعة سبعة في مباراتين في توقيت واحد المقولين العرب هي الصديف البنك الأهلي وغزل المحلة هي الصديف الإسماعيلي وفي الختام الساعة التاسعة ونصف من وسائل اليوم الزمالك يا صديف سيراميكا كيليو بطرة بالتأكيد كلها مباريات مهمة وحنا ندخلين في خلاص في مراحل حاسمة بالنسبة للدوري العام وأيضا غدا إن شاء الله مبارات الأهلي وسموحة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفقرة ترند ترند وبالتأكيد هنركز فيها أكتر على كيف يستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدا في الدوري أترككم من جديد والحديث عن مبارات الأهلي وسموحة في الدوري العام بالطبع هي مباراة مهمة جدا وحاسمة لأن احنا خلاص اتفقنا من بعد نهاية مسابق الدوري أبطال إفريقيا الفترة اللي جاية أي مباراة بنلعبها هي مباراة كؤوس سواء حتى في الكاس أو في الدوري لا بديل عن الفوز والانتصار عشان على الأقل تختتم هذا الموسم ببطول الدوري وفرصة جيدة كمان تختتم الموسم بكاس مصر موسم 2020-2021 لأن لسه الموسم الحالي لسه ما دخلناش في مرحلة حتى مباراة دور 16 اللي قال بالتأكيد لسه يواجه مصر المقاصة والمباراة لسه في شهر أغسطس والمسابقة دي أعتقد يعني على ما تخلص مش قبل نهاية شهر 9 اللي جاي بعت نهاية الدوري إن شاء الله في نهاية أغسطس لكن الفترة الحالية كل التحية والتقدير للكابتن سامي أمصان والكابتن محمد شرف والكابتن سيد عبد الحفيز ومشيل يانكون مدرب الحراس على الأداء والشكل وكمان عدم فقدان نقاط مهمة خلال الفترة الحالية بعد رحيل بيتسو موسيماني كان أمام الجهاز الفني الوطني الحالي مهمة صعبة جدا وهي أولا استعادة الروح المعنوية تجهيز وتحضير اللاعبين نفسيا وبدنيا قبل الأمور الفنية كمان إنك تلعب مباريات بدون قوام أساس تشكيل أساسي ده صعب على أي جهاز فني بيقود أي فرقة في التوقيت الراهن وانت بتختتم مسابقة الدوري العام أو آخر أسابيع مهمة في الدوري العام لكن لعب مباراة المصر بالسلوم وكسب لعب مباراة إستر نيقامباني وكسب وكان فيه غياب تشكيلة أساسية ولعب دوليين كانوا بيلعب مع المنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة أبرزهم بالتأكيد منتخب مصر وتونس ومالي وجنوب إفريقيا لكن الأهل قدر يكسب مباراة الزمالك بظروفها وبأجواءها بنتيجتها نقدر نقول يعني كانت الناس حزينة وكانت تتمنى يكون فيه مكسب لكن بشكل عام في الظروف اللي الأهل فيها في مقابل في استقرار فني للفري المنافس قدر الأهل يعني ما يخسرش هذه المباراة ويطلع بنتيجة تعادل إيجابي 2-2 والكل كان حزين وبيتمنى أن يكون فيه مكسب على الزمالك وجاءت مباراة بيراميز لتثبت أن الأهل دائما وأبدا بمنحضر الأمثلة كتير قوي في مسألة الأهل بمنحضر لكن مباراة بيراميز تحديدا مش الأهل بمنحضر بس بلعبته ده حتى باجهسته الفنية أي مدير فني بيتولى مسؤولية الأهل بيكون على قدر المسؤولية وبيستحق الكرسي اللي هو بيعود عليه وبالتالي قدر الأهل يفوز على بيراميز يتخطى مرحلة صعبة جدا البعض كان بيتخيل أن المسابقة دي مش هتتلعب لأن الأهل خايف في لعب بيراميز كلام ده كان بيتقال على فكرة لكن الأهل كسب بيراميز في الدوري بسلسية كسب بيراميز في الكاس 2-1 وكانت النتيجة 2-0 لولا رقلة الجزاء الكوميديا اللي احتسابها الحكم الروماني في وجود تحكيم تقنية فيجو من المجر ما أهمش الرخصة ما أهمش رخصة تقنية الفيجو عشان يكون موجودين في غرفة تقنية الفيجو لكن الأهل يفاز على بيراميز إذن المرحلة الحالية تصير بنسبة نجاح تتخطى 80-85% بكرة في مباراة سموحة لسه المشوار مخلص ولسه المشوار ما انتهاش بالنسبة للجهاز الفني المؤقت بقيادة الكابتن سامي أمصان لأن مباراة بكرة السلس نقاط مهمة جدا لأن كل ما بتكسب بتحط ضغط أكتر على المنافس فريق نادي الزمالك لأنه أقرب المنافسين ليك مع السلس مباراة المؤجلة اللي هتتلعف في شهر سبعة إن شاء الله بإذن الله وقتها الفارق الحد الأدنى هيبقى خمس نقاط ونتمنى يا رب إن شاء الله إذا الزمالك تعثر النهاردة أمام سيراميكا كيليوباترا والأهل يفاز على سموحة فرق النقاط مرشح ليه الزيادة خلال الفترة اللي جاية ثم بعدها بـ 48 ساعة مباراة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي الجزيلة أخيرة قبل ما اختم واطلع فاصل ضغط مباريات غير طبيعي وضغط المباريات ده أنا مش قادر ألاقي ليه مبرر لأن إيه فجأة مثلاً وبص في جدول الدوري قال ليه عندك مطش يوم 2.7 و5.7 وبعد كده 12.7 يحنا بنتكلم في 28.6 و2.7 و5.7 وبعد كده عندك مساحة لغاية يوم 12.7 الفكرة إنك تضغط فرقة 3-4 مطشات كل المباراة تتلاعب ما بينها وبين الثانية 48 ساعة وبعد كده ندي مساحة أسبوع هل اللي بيحط الجدول عارف يعني إيه معدلات تدريب عارف يعني إيه معدلات راحة للفرق هزيل وضعيف بسبب إن ما فيش حد بيقدر يخطط بشكل جيد لمسابقات الكرة المصرية سواء في السنوات السابقة أو حتى في السنوات الحالة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل أرجع ونبدأ نشوف كمان الأهلي بيستعد إزاي وإيه اللي كمان تكتب عن الأهلي كمان قبل التحرك إلى الأسكندرية مساء اليوم أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن كيف يستعد الأهلي لمباراة سموحة وعدد من الأخبار المهمة جداً خلال الساعات اللي جاية في ظل إن الفترة الجاية مهمة جداً نركز على بعض التفاصيل ونركز على الخريطة المقبل عليها الأهلي في الفترة اللي جاية ما بين جهاز فني أجنبها يقود الفريف في الساعات اللي جاية استعدادات لمباراة سموحة استعادة عدد من اللاعبين في الفترة الجاية لعبة مهمة جداً بالتأكيد خلال الفترة اللي جاية لذلك أذهب مباشرةً الى مقر النادي الاهلي بالجزيرة مع الزميل العزيز فاروق صلاح مفد قناة الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة عشان نعرف منه كيف يستعد الاهلي لمباراة سموحة طيب هو فاروق لسه مش جاهز معايا يا جماعة طيب طيب فاروق بالتأكيد برحب بيك في البداية وعايز اعرف منك الاهلي بيستعد ازاي لمباراة سموحة وكمان في نفس الوقت اخر الاخبار والجديدة عندك في مقر النادي الاهلي بالجزيرة والنهاردة بالتأكيد اخر تدريب في التيتش قبل التحرك الى الاسكندرية يعني في البداية خلينا رحب بيك زميل العزيز محمد سعيد كل التحيات لك وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة طاقنات النادي الاهلي في كل مكان مرحلة مهمة جدا محمد ومرحلة صعبة جدا في ظروف صعبة بيعش النادي الاهلي وغيابات كتير جدا لكن خليني انقل لك كل الكواليس وخليني اأكد لك على حاجة كده ان شاء الله يعني في نهاية نهاية تقريب معاك هيكون معانا مفاجأة صرة جدا لكل جماهير النادي الاهلي هعلنها من خلالك ومن خلال يعني قناة النادي الاهلي خليني اطمنك على حالة الفريق طبعا محمد بعد الانتهاء او يعني يفوزي الاهلي على فريق قد بيرامة زبادفين مقابل هدف في مباراة الدور ربع النهاية لكأس مصر نسخة العام الماضي اغلق النادي الاهلي هذه الصفحة وبدأ صفحة الدوري المصري والمرحلة الصعبة ومواجهة فريق سموحة في الاسبوع الثالث والعشرين خليني اكد على صعوبة المباراة وواجهة صعبة جدا قابت سيد يعني قال لي مباراة صعبة جدا وفريق محترم فريق سموحة ودايما مباراته مع النادي الاهلي مباراة من المباراة اللي تبقى صعبة جدا في مشوار النادي الاهلي في الدوري طبعا مجموعة من الغابات غابت عن النادي الاهلي في الفترة الاخيرة مؤخرا كانت في لقاء بيرامتز كان مؤخرا أيضا يعني علي معلول اللي كان يعني الجهاز الطبي فضل يعني قرحته من مباراة بيراميدز نظر العمل لعدم اجتمال الجهازيات الطبية لكن خليني بقى أقولك النهاردة الكواليس طبعا التدريب انطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف قبل المران كانت محاضرة للكابتن سامي أمسون مع اللعبين طبعا شكر اللعبين على أداءهم في المباراة الأخيرة مباراة بيراميدز طبعا أتكلم على تفاصيل خاصة بفريق سموحة وعرض مجموعة من الفيديوهات طبعا محل الأداء الموجود مع الكابتن سامي أمسون هو عمر روجي طبعا بعض المجموعة والمباراة الخاصة بفريق سموحة في الفترة الأخيرة كابتن سامي أمسون يتكلم مع اللعبين على ضرورة إنجاز زي المرحلة تحقيق انتصار إن شاء الله على فريق سموحة ثم عندنا مباراة بترجيت ثم مباراة الجونة مرحلة صعبة جدا عقب المحاضرة محمد انطلق المران وخليني بقى يعني أبشارك وأكد لك النهاردة عمر السلية بيعود للتدريبات طبعا بعد الراحل اللي حصل عليها بالأمس علي معلول النهاردة موجود في التدريب وجاز بقوة إن شاء الله لمباراة سموحة أيضا عودة حسين الشحات عودة حمد فتحي عودة أيمن أشرف عناصر مهمة جدا محمد بيستعدها النادي الآلي قبل مواجهة فريق سموحة موجودين في التدريب اللعبة بتشارك بصورة أكثر من رعاة بطمنك بطمن كل جماهير النادي الآلي طبعا هيتبقى أحمد عبدالقادر اللي لسه فيه البرنامج التقالي وأيضا محمود وحيد اللي كان أصيب مؤخرا فيه مباراة بيرامز بسيثناء يعني عبدالقادر أو محمود وحيد زي ما طمنتك محمد على حمد فتحي على السلية على علي معلول على حسين الشحات على أيمن أشرف كل اللاعبين أيضا مجموعة اللاعبين للنشئين الموجودين أحمد سيد عبدالنبي الزهير الأيمن محمد أشرف مع زياد طاري طبعا محمد نبيل كوكا اللي مش عايز أقول لنشئين خلاص أصبحوا على يعني موجودين على مصاف الفريق الأول أو خلاص إذا ما الكابتن سيد في اللقاء الأخير قال خلاص إحنا بنعتبرهم ومسؤوليتهم من مسؤولية اللاعبين الكبار في هذه الأسناعة محمد الكابتن محمود الخطيب موجود في أرض الملعب وارضة في رسائل دعم ومساندة ومؤذرة للعبين الجميع بيأكد على هذه المرحلة مرحلة مباراة سموحة والمرحلة تباعا أمام فريق بيتروجيت وأمام فريق الجونة إن شاء الله بطمنك محمد بطمنك على كل الأمور الخاصة باستعداد الفريق لحظات هينتهي المران ومن ثم هينطلق الفريق إلى الأسكندرية لدخول في معسكر استعدادا لمباراة سموحة بإذن الله طيب انت قلتنا في بداية الكلام يبقى معايا مفاجأة حلوة وابتدت تكلم عن التدريب واتكلمت عن معسكر الاستعداد لمطش سموحة وكمان اتكلمت على عودة السلية في مران النهاردة هل المفاجأة بقى متعلقة بالأسماء اللعيبة اللي كانت معايا ولا في مفاجأة تانية أنت بالتأكيد هتختصي بها النهاردة برنامج التريند يا فاروق معنا لا يا محمد هي مفاجأة طبعا يعني مختلفة عن أسماء اللعبين اللي احنا قلناها لكن خلينا أقولك بقى الموضوع من البداية يا محمد يعني طبعا في الفترة الأخيرة زيارة طبعا أكرم توفيق إلى النمسا برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة يعني خلينا أقولك تقدر تحط العنوان اقتراب عودة أكرم توفيق وبقوة خلال الفترة القادمة يعني إن شاء الله يا محمد خلال أسبوعين خلال ثلاث أسابيع بحد أقصى أكرم توفيق يكون موجود إن شاء الله في التدريبات الجماعية للنادي الآلي لكن التفاصيل بقى يا محمد يعني نستردها سريعا إن الدكتور أحمد أبو عبلة طبعا برفقة أكرم توفيق كان في الزيارة ليوخان هنأ وده رئيس الجهاز الطبي لنادي باير نيميونيخ الألماني وخليني أكد على أمر مهمة العلاقات الطيبة اللي بتربط النادي الآلي ونادي باير نيميونيخ الألماني وأيضا اللي على نطاق لدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الآلي وعلاقته الطيبة مع الدكتور يوخان هنأ رئيس الجهاز الطبي لنادي باير نيميونيخ اللي كان حريص إنه هو يتابع كل التفاصيل الخاصة باللاعب أكرم توفيق تابع كل الأمور شاف القياسات اللي تمت أشاد جدا يا محمد بفترة التأهيل وطبعا يا محمد نتعرف إن إصابة الروباط الصليبي واحدة من أهم الإصابات اللي التأهيل فيها بيبقى مهم جدا إلى أقصى درجة هو أشاد بالبرنامج التأهيلي اللي تم وضعه لأكرم توفيق واللي كان طبعا أقيم في أحد المراكز الطبية بيئل دوحة وأشاد طبعا بالقياسات اللي تمت مؤخرا لأكرم توفيق دكتور أحمد أبو عبلة طبعا بيتكلم معنا حديثه عن النادي الآلي هو عارف قيمة ومكانة النادي الآلي تم إهداء درع النادي الآلي ودماء تم إهداء قميص النادي الآلي كتسكار لرئيس الجهاز الطبي لنادي باير نيميونيخ عقب زيارتهم أو زيارة الدكتور أحمد أبو عبلة لرئيس الجهاز الطبي لباير نيميونيخ في ألمانيا تم التوجه إلى النمسا لمقابلة أو ملاقات الدكتور كريستيان فينك وده الطبيب النمساوي اللي كان أجرى الجراحة الطبية لأكرم توفيق طبعا هو شاف أيضا القياسات الطبية واتمن على كافة الأمور الخاصة بأكرم توفيق أشاد طبعا بالقياسات وتم إجراء قياسات بدنية جديدة تم مطبقتها أو حصل توفق كبير جدا ما بينها طبعا وما بين القياسات اللي تمت لأكرم توفيق في الدوحة أشاد بهذا الأمر المستر كريستيان فينك وبالتالي يعني هو كان سعيد جدا بأكرم توفيق وطلب قميص أكرم توفيق احتفاظ بقميص أكرم توفيق قميصه في النادي الآلي ورقم 25 هو طبعا المكان بتاعه المخصص هو عامله متحف بيجمع فيه قمصان الأندية الكبرى سواء يعني الدكتور أحمد أبعاب لقالي قميص النادي لقالي بجانب قميص ريال مدريد وقميص يوفينتوس الإيطالي وطبعا أشاد ده بأكرم توفيق وأشاد به الأمور الطبية الخاصة بأكرم توفيق لذلك يا محمد اتفضل يعني المعاد الرسمي اللي تم الاتفاع عليه خلاص بعد الاثمينان على القياسات والحالة البدنية لأكرم توفيق عشرين سبعة يعني انت قلت خلال ثلاث أسابيع يعني نتكلم مثلا في عشرين سبعة هيكون جاهز للدخول في المباريات ولا لسه في برنامج بدني لأكرم توفيق حاليا يا محمد أكرم توفيق بينفذ البرنامج البدني يبدأ من عشرين سبعة إن شاء الله أو بعد ثلاث أسابيع يدخل في التدريبات الجماعية لفريق النادي الآلي أكرم توفيق حاليا بينفذ برنامج بدني الموضوع طبعا لمرحلة ما بعد العودة بالزبط ثلاث أسابيع هيكون موجود إن شاء الله ويشارك في التدريبات الجماعية وده الخبر الصار إن شاء الله لا أعتقد واحد من الأخبار اللي تسعد كل جماهير النادل آلي عودة أكرم توفيق طبعا واحد من العناصر المهمة سواء للنادل آلي أو للمنتخب المصري بإذن الله أكيد أعتقد كده المدة كمان يعني خدت وقت الإصابة مع أكرم توفيق أعتقد حوالي ست شهور أو سبع شهور بالضبط يا محمد تقدر تقولي أنا تجاوزت ست شهور وخمستاشر يوم طبعا الدكتور أحمد أبو عبلا قال لي طبعا فيه البرتوكول الموضوع من بعض الأطباء طبعا إن جراحة رباط الصليبي دايما يفضل إنها تكون عاقب أو بعد ست شهور بتوصل في أوقات كتير جدا يا محمد لسبع شهور أو ثمان شهور أو تسع شهور أيضا ولكن الاستجابة العضلية والتزام أكرم توفيق بالبرنامج الموضوع وأيضا الأجهزة العايزة برضو يا محمد يعني وإحنا بنتكلم على هذا الصياق عايز أشيد بدور مجلس إدارة النادي القالية في استقدام بعض الأجهزة الطبية الخاصة اللي بتساعد على تأهيل اللاعبين وده أمر طبعا بيحسب لمجلس إدارة النادي القالية والكابتن محمود الخطيب اللي سهل هذا الأمر وعايز أقول لك أن الأمر اللي تم مع أكرم توفيق هو نفس الأمر طبعا اللي هيتم مع عمار حمدي اللي إن شاء الله خلال الفترة القادمة إن شاء الله طبعا هيكون فيه زيارة طبعا اللي الدكتور يوخان هانا رئيس الجهاز الطب لبايرن ميونيخ وأيضا كريستيان فينك ده طبيب النمساوي اللي أجرى العملية الجائحية سواء لأكرم توفيق أو لعمار حمدي دي أمور يا محمد مهمة جدا لنحية الطبية واهتمام مجلس إدارة النادي القالية بهذا الأمر ده أمر في غاية الأهمية اعتقد هو خبر من الأخبار الصرى لكل جمهور النادي القالية كلمة أخيرة أو معلومة لو تحب تختم بها اللقاء بالتأكيد يا فاروق يعني نزا ملتلك يا محمد الكابتن محمود الخطيف في هذه الأسناء طبعا بيعقد يعني الجلسة مع اللعبين طبعا وبيتكلم مع اللعبين خلاص المرم بينتهي كابتن محمود الخطيف تعليماته أو يعني دايما بيدي المساندة والدعم والمؤذرة للعب للنادي القالي والدور اللي هام جدا في التوقيت المناسب الجميع بيقفل تماما أي كلام بيصور على السوشال ميديا أو الأمور الخاصة بيستخدام جهاز فني جديد أو قديم هذه الأمور ليست يعني محل لنقاش أو كلام أو حديث داخل أروقة تستادل لتتش الجميع بيركز في المرحلة الحالية مباراة سموحة دينا الجهاز الفني الكابتن سامي قمصون الكابتن محمد شارف الكابتن ساد عبد الحفيز بشيليانكون مدربي حراس الجميع موجود بيركز في الهدف الحالي وهي مباراة سموحة ثم مباراة بيترو جيت ومباراة الجونة وكل التوفيق بإذن الله بإذن الله الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناة الآلي بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي قلتها معنا والخبر الأهم بالتأكيد اللي تكلم عليه فاروق ده بالتأكيد بنعلنه لكل السيدة المشاهدين ولكل المتابعين ولكل الأهلوية في كل مكان عودة أكرم توفيق إلى التدريبات الجماعية بعد أقل من سلاس أسابيع يعني بإذن الله بحضة أقصى قبل يوم عشرين سبعة هيكون أكرم توفيق في المراني الجماعي مع الفريق وجاهز للمباريات خلال الفترة اللي جاية كل التوفيق لفريق النادي الآلي حمد الله على السلامة يا أكرم وده خبر مهم جدا كان لازم النهاردة نختص به كل مشاهدي قناة الآلي من خلال برنامج التريند أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدأ نشوف اللي تكتب عن الآلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة من جديد وتريند الآلي تريند الآلي النهاردة فيه تفاصيل مهمة بخصوص التركيز أكتر على أخبار الأهلي في السفحات السوشيال ميديا نبدأ مع بعض الوطن الرياضي وحساب الوطن الرياضي على الفيسبوك كتبوا مستشفى الأهلي ست إصابات في صفوف الفريق قبل مواجهة سموح بخصوص محمود وحيد أحمد عبدالقادر بيرستاو لويس ميكسوني أكرم توفيق عمار حمدي وأعتقد هؤلاء اللاعبين فيه جزء منهم إن شاء الله خلال الفترة القادمة يكونوا موجودين مع الفريق بيرستاو لسه فيه شوية وقت لويس ميكسون هيقود من موزنبيك خلال الـ 24 ساعة اللي جاية عشان يبدأ برنامج تأهيل في الجزء الأخير من مراحل العلاج والتأهيل أكرم توفيق كالمعانز منا فاروق صلاح ودانا صبق مهم جدا بخصوص أكرم توفيق فعنوان مستشفى الأهل إن شاء الله يعني خلال شهر بالكتير مش هيبقى العلوان ده موجود ومتداول من خلال صفحات السوشيال ميديا ولفي الأساس نتمنى بالتأكيد السلامة لكل اللاعبين طيب حساب مبتدأ بيتكلم على عمر السولية وحساب الرسمي لمبتدأ على تويتر بيقول أن عمر السولية مهدد بالغياب عن مواجهة سموحة نحن في انتظر بالتأكيد الإعلان عن القيمة الرسمية واللي سيستحبها الكابتن سامي أمصون معاه إلى الأسكندرية لخود مواجهة سموحة غدا فروس الأحمن شوية قال لنا أن عمر السولية مبارح كان غايب عن التمرين لكن النهاردة انتظم فيه المراني الجماعي وشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل فبالتالي فكرة غيابه مش مؤكدة ممكن لو غاب يغيب النوع عشان في إطار مرحلة الروتيشن والتغيير ما بين اللاعبين بسبب ضغط المطشاط لكن لقدر الله إذا غاب مش هيكون بسبب إصابة بدليل النهاردة شارك فيه المراني الجماعي في ملعب التاتش بالجزيرة طيب نروح لحساب اليوم السابع وحساب اليوم السابع على الفيسبوك كتبوا أن كان فيه جلسة خاصة في الأهلي لتصحيح أخطاء الشناوي بعد رقلة جزاء بيرامد طبعا الشناوي قمته ومكانته كحارس دول كبير أي خطأ بيحصل معاه في المطشاط بيبقى التركيز كتير عليه وكبير عليه أنا أتمنى الفترة الجاية حتى لو فيه هبوط في المستوى وده وارد على فكرة مع أي حارس مرمى مع أي لعب نقف في دهر الحارس محمد الشناوي حتى لو فيه أخطاء نبقى في دهره بحيث أنه يعد بسرعة المرحلة دي عشان يرجع من تاني لمستوى اللي احنا عارفينه ولكنه بالتأكيد مش هيكون فيه اختلاف على إمكانيات الشناوي إمكانيات الشناوي كلنا متفقين عليها لكن هبوط المستوى أو العودة للمستوى بتحصل كتير جدا مع أكبر حراس العالم فمهم جدا المساندة في الفترة اللي جاية مع الشناوي عشان يرجع بسرعة كحارس أساسي ومهم جدا لمنتخبنا الوطني وللنادي الأهلي وما تكونش فرصة للبعض اللي كان بيحاول يقلل من إمكانيات الشناوي الفترة السابقة فيستغل الفرصة دي ويكمل على اللي بيقوله والجمهور يساعده على ده لكن إن شاء الله الفترة الجاية يكون فيه استفادة من الأخطاء خاصة لما تكون الأخطاء متكررة في الفترة الأخيرة المصر الرياضي بيكلموا عن جدول مباريات الأهلي في شهر لخطف صدارة الدول طيب نركز كده مع بعض بقى إيه في المطشات الفترة الجاية حساب الرسمي للمصر اليوم على تويتر بيتكلموا لأن الأهلي علاعة بترجد في نصف نهائي كأس الموسم الماضي على استاد القاهرة يوم السبت اللي جاي اتنين سبعة الساعة تسعة بتقويت القاهرة بعدها بي اتنين وسبعين ساعة الأهلي هايسافر للغرداء عشان يلعب مع الجونة يوم الثلاث خمسة سبعة الساعة تسعة بعدها بي اسبوع هيواجه في يوتشر على ملعب الأهلي وي السلام يوم اتناشر سبعة الساعة تسعة بتقويت القاهرة ثم فجأة بعدها باثنين وسبعين ساعة هيواجه بيرامز في استاد الدفاع الجوي في الدوري التاني من الدوري يوم السابت سبت سبت عشر سبعة الساعة تسعة بتقويت القاهرة ثم بعد ذلك واجه الإسماعيلي يوم عشرين سبعة على استاد برج العرب المباراة دي ممكن تتأجل لو لقى إن شاء الله تخطى بترجدت ووصل نهائي كأس مصر أمام الزمالك لأن نهائي كأس محدد ليه مسبقا يوم واحد وعشرين سبعة لكن ترتيب المباراة يعني إنت بتلعب تمانية وعشرين ستة اتنين سبعة خمسة سبعة وبعد كده اتناشر سبعة قدم معادل مطشط شوية يعني بدل اتناشر ممكن يبقى عشرة بدل ستاشر ممكن يبقى خمستاشر بدل عشرين إنت لو تلعب الزمالك واحد وعشرين بي عندك خمسة ستة أيام ما بين مباراة بيرامز في الدوري والزمالك في نهاية كأس مصر يعني أعتقد الجدول محتاج مساحة شوية يوم أو اتنين في الفترة اللي جاي عشان ما يكونش فيه ضغط كتير جدا على لعبة الأهل بعد المباراة اللي نهاية الكأس والأهل وصل إن شاء الله مع الزمالك هيلعب مع الجنة يوم اربعة وعشرين سبعة في الدوري بعد كده المقصة سبعة وعشرين سبعة في الدوري ثم المقاولين العرب يوم تلاتين سبعة على استاد المقاولين العرب طبعا ضغط مطشطة كتير جدا وكل ده ولسه كمان مباراة شهر أغسطس احنا في شهر ثمانية احنا بنتكلم مثلا وصلين لغاية تلاتين سبعة وإحنا لسه في الجولة السبعة وعشرين يعني احنا بنتكلم بأن سبعة مطشطة لسه في الدوري العام مع كأس مصر الموسم الحالي دور الستاشر دور التمانية قبل النهائي النهائي فبنتكلم الموسم إجمالا لسه يكون فيه حداشر مباراة ما بين تمانية وتسعة فهيبقى ضغط كبير جدا خلال الفترة اللي جاية أتمنى الساعات الجاية يكون فيه تعديل من لجمة المسابقات على هذا الجدول طيب نرؤل احساب في الجول مصدر من الاهلي لفيه الجول وحسابهم على تويتر بيقولوا ان الاهلي تلقى عرض بالفعل من نادي قطر قيمة الصفقة تلاتة مليون دولار شمل المتغيرات وقد نميل للموافقة المصدر قال تصرحات لي في الجول الاهلي تلقى عرضا بالفعل من قطر القطري لشراء بدر بنون قيمة العرض الاول اثنين ونصف مليون دولار وثلاثة ملايين شمل المتغيرات الاهلي في مرحلة دراسة دراسة العرض وقد نميل للموافقة لان قيمة الصفقة تساعد على ابرام صفقات اخرى بالمناسبة فريق قطر القطر بيديره مجير فني مغربي فممكن يكون فيه يعني تفاوض خلال الساعات الجاية بشأن هذا الموضوع وده تبقى لتصرحات اللي قالها مصدر في الاهلي الحساب في الجول ان فيه مرونة وفيه تفاوض واكيد رقم كويس بدر كان اضافة قوي جدا لخط الدفاع قيمة الصفقة لو بالرقم ده انت كمان هتبقى استفدت من العائد المادي لقيمة اللاعب لما تبيعه لان انت اشتريته برقم اقل من كده بالاضافة لده ممكن الرقم ده تستفيد به في برام صفقات لكن كل ده بالتأكيد هيتم حسمه بعد ما يعلن بشكل رسمي من هو المدير الفن الاجنبي القادم لالنادي الاهلي عشان يعرف الاسكواد والقيمة اللي معاه مين ممكن يكمل مين ممكن الاهلي يستفيد به ويتم تسويقه للفترة الجاية وايه الصفقات اللي ممكن الجهاز الفني يحتاجها للفترة الجاية في ظل ان المدارب الاجنبي اللي هيجي خلال الساعات اللي جاية مش هيجي ولسه هيتفرج على الفرقة هو اكيد متابع الفرقة وكان فيه مشوار في الفترة الاخيرة بيشوف فيها اخر استعدادات الفرقة ويشوف مطشط الفرقة عشان لما يجي ينزل المرعب يشتغل على طول زي ما حصل على فكرة وقت تولي بيتسو موسمان طيب نروح كمان لحساب كورا بلس وبيتكلموا على بيرسي داو من ضمن اللعيبة اللي كانت مصابة في الفترة الاخيرة حساب كورا بلس على تويتر بيقولوا ان طبابي الاهلي يجهز بيرسي داو بالبلازمة لسرعة عودته للملعاب هو اجراء طبي يمكن احنا جرى العرف لو بنسأل الاطباء على مسألة الاصابة اللي بيبقى تحديدا اصابة المزء بتاخد لها شهر شهر ونص لكن امتى تقدر تعمل اجراء طبي عشان اللعيب يرجع في وقت اقل من كده فبيتم سحب عينة عينة الدم من اللاعب عشان يتم حقن بيها المكان اللي فيه الاصابة وبيسموها كده حقنة بلازمة عشان تساعد على سرعة الاستشفى مع البرنامج التأهيل اللي هيتم وضع لللاعب في الفترة اللي جايه هو اطار واجراء يعني مش هقول روتيني اجراء وقائع عشان اللعيب يقدر يرجع بسرعة خلال الفترة اللي جايه تم داع على فكرة معه اكتر من اللاعب خلال السنوات السابقة كوراب لاز بيكلمه على عودة ميكسوني تعرف على عودة لويس ميكسوني خلال الفترة اللي جايه كوراب لاز قاله انه هيصل للقاهرة في خدون 24 ساعة من موزنبيك هو كان خد اجازة وسافر لبلاده عمل برنامج تأهيلي وهيرجع ان شاء الله بكرة اللارب على اقصى تقدير كلنا عارفين ان ميكسوني بيعاني من جزع في الرباط الداخلي للرجبة وبالتأكيد ان شاء الله الفترة الجاية هيرجع سريعا عشان محتاجين كل اللعيبة الفترة الجاية وكمان لما الجهاز الفن الجديد يقدر يحط تقييم لكل اللعيبة عشان اللي هيستمر مع المسلم اللي جاي يكون شاف كل اللعيبة سواء اللي بيلعبه حاليا او حتى اللي عائدين من الاصابة في الفترة اللي جاية اخر حاجة معايا في ترند الاهلي كرة 11 بيكلموا عن المارض الاحمر يدخل في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية الاهلي يحدد بديل محمد هاني من القرى السمراء لسد احتياجات الفريق في الموسم الجديد وانا بقولكم هذا الخبر عاري تماما من الصحة لا في تفاوض على مركز الظاهر الايمن في لعيبة موجودين في القرى السمراء ولا في تفاوض على فكرة الاستغناء عن محمد هاني او اي لعب في الفترة الحالية لسه الموسم طويل وانا بأكد على ده ولسه مجيور فني اجنابها هيجي الساعات الجاية فكل امور دي بيتم حسمها في اجتماعاتها تحصل مع شهر تمانية هتقول لي اصل موعد القيد بره غير فمص اقولك حتى لو موعد القيد ده مختلفة لازم تخط القيمة بتاعتك القيمة الافريقية قبل 15 تمانية فبالتأكيد لازم تحسم الامور دي كلها خلال الشهر اللي جاي فانا بقى اكد لكم كل المجموعة دي موجودة على الاقل حتى انتقالات يناير اللي جاي اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف باقي فقرات برنامج التريند اهلا وسهلا بحضركم والجزء الاخير من برنامج التريند هنروح لتريند المحلي لان التريند المحلي مهم جدا خلال الساعات الجاية لان الامر بيتعلق بمنتخبنا الوطني بكرة زي ما قلت في بداية الحلقة في اجتماع مهم جدا لمجلس ادارة اتحاد الكورة برئاسة الاستاذ جمال علام هيتم مناشة اخر الاخبار الخاصة بالتقارير الفنية للجهاز الفني المنتخب الاول والاولمبي والمدير الفني للاتحاد والخبير الاجنبي اللي هيقود لجنة الحكام وايضا موقف الجهاز المعاون بالنسبة للمنتخب الاول كورة بلاس النهاردة كان بيلقى الدوء على هذا الامر كورة بلاس بيكشف كواليس الانقسام حول تواجد الحضري وشوقي في جهاز المنتخب الفكرة ان فيه قسام حول بقاء شوقي والحضر في الجهاز المعاون المدرب البرتغالي باولو سوزا يعني كورة بلاس خلاص اجزم واكد انه يكون مدرب المنتخب هو باولو سوزا واللي بات قريبا من تدريب المنتخب خلفا لإهاب جلال المصدر قال عدد من اعضاء داخل اتحاد الكورة اقترح ضم واق الرياض بدل محمد شوقي وكمان الكابتن طاري سليمان مدرب حراس بدلا من عصام الحضري الا ان المدير الفني المحتمل لقيادة منتخب مصر البرتغالي باولو سوزا يرغب في استحاب جهاز معاون بالكامل اجنبي وعدم الاستعانة بعناصر محلية في جهازه ولكن هناك مفاوضات معه حول وجود عنصر مصري قد يكون مدرب مساعد يتم الاستعانة بمدرب حراس اجنبي في انقصام سيتم حاسمه بشكل النهائي خلال الاسبوع الجاري واجتماع غدا يحسن مسألة فكرة التعاقد مع باولو سوزا هل التعاقد هيكون مع باولو سوزا هل ممكن يكون باترس بوميل وهو مواطنه ايضا قد يكون هو المدير الفني لمنتخب مصر ولا باولو سوزا هو المدير الفني المنتخب الاول وباترس بوميل هيكون هو المدير الفني للمنتخب الاليمبي لان خاصة الملافات دي بيتم تناولها ومنقشتها من كلا الطرفين سواء كابتن حازم امام او كابتن محمد برقات هل كابت الحازم مسؤول عن المنتخب الأول فبيفاوض باولو سوزا وبرقات بيفاوض بادرس بوميل عشان يقود المنتخب الولمبي وارد كل ده هنعرفه بكرة بكرة كمان بالإضافة للخبر ده ومسألة الجهاز المعاون لما يتم الاستقرار على المدينة الفن هنعرف الجهاز المعاون هل هيستمر الحضر شوئي ولا هيتم الاستعانة بأفراد أخرى ده ورضو هنعرفه المفروض ده بكرة لما يتم الاعلان عن جهاز المنتخب لكن نقطة كمان مهمة عايز أضيفها مع الأجهزة الفنية المتعلقة بالمنتخب غدا في كلام متردد في الساعات الأخيرة أن برضو ممكن يتم الاستغناء عن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي والتعاقد بشكل رسمي بدءا من واحد سبعة مع الخبير كلاتنبرج طبعا خبير تحكيمي وسبع ليه العديد إدارة العديد من المباريات في الدوريات العربية حاليا كان عنده تجربة في اليونان طبعا تجربته الكبيرة ومشواره الكبير في الدور الإنجليزي ده الاتجاه الأقرب أن يتم الإعلان عن التعاقد مع كلاتنبرج بدءا من واحد سبعة بس هيكون هو رئيس لجنة الحكام وإذا يتم توجيه الشكر أو إقالة رئيس اللجنة الحالي الكابتن عصام عبدالفتاح ده خبر بيتم تدوله خلال الساعات الأخيرة ما بين أسرة الوسط التحكيمي ولكن ننتظر غدا الإعلان الرسمي إذا كان فيه قرار رسمي هيتم اتخاذه خدا بخصوص موقف رئيس لجنة الحكام في ظل حسب المعلومات برضو اللي طلعت من داخل الاتحاد أنه هو استأذن وسافر عشان يحضر كأس أمم أفريقيا للسيدات في المغرب على الرغم أنه وقت ما كان فيه دعوة عشان يحضر كأس الأمم الأفريقية للرجال في الكاميرون اعتذر وانشغل بيئة للسجدات التحليلية ولو يسافر في مهمة مهمة جدا مع الاتحاد الأفريقي اعتذر عن الرجال وسافر لحضور كأس أمم أفريقيا للسيدات طيب نروح لمشاركات الجمهور على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة التشكيل المتوقع بالنسبة لمباراة الأهلي واسموحة الآن هايبدأ بمين؟ أستاذ سامي بيقول الشناوي كريم فؤاد ياسر رامي معلول أحمد نبيل كوكا ديانج طاهر أفشة صلاح محسن ومحمد شريف أستاذ محمد عادل بيقول مصطفى شبير رامي ربيعة ياسر إبراهيم علي معلول محمد هاني حمد فتحي وقالي وديانج محمد مجدي أفشة طاهر صلاح محسن محمد شريف أستاذ محمد شايف أنه فيه عناصر هترجى فهتلعب ويتم راحة العناصر اللي شاركت فيه المباراة الأخيرة أمام بيراميز أستاذ ياسر بيقول الشناوي كريم فؤاد ربيعة ياسر هاني حمد فتحي ديانج طاهر أفشة صلاح محسن وشريف وهو رأيه أن السلية محتاج راحة سلبية ضروري وكوكا موجود مع حمدي وديانج هنعرف موقف السلية النهاردة هل الجهاز يريحه ولا هيدمه للمعسكر مروان بيقول الشناوي أحمد كوكا الوحش ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمد هاني الدبابة ألي وديانج عمر السلية أفشة طاهر صلاح محسن والمخيف شريف آخر مشاركة معايا أستاذ سعيد بيقول الشناوي محمد هاني ياسر إبراهيم ربيعة معلول ألي وديانج السلية طاهر أفشة حسين الشحات ومحمد شريف كان ده أول تعليق أو تاني تعليق أشوف في حسين الشحات إن شاء الله يكون يرجع مع زميله الفترة الجاية عشان محتاجين كل لعيبة في المباريات اللي جاية في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء شكرا